بداية الساعات الأولى من التحضير للقمة العربية 29 في السعودية في الزهران الرئيس سيسي وصل كان في استقباله أبو لغيت الأمين العامل والجامعة العربية وحقيقة يعني ايه أنا زي ما قلت لكم في البداية طبعا موقف مصر موقف محترم موقف مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري والبيانة اللي طلع واضح شديد اللهجة انه ضد اي ضربة على الاراضي السورية وانه مع حل الازمة السورية بالحوار السلمي والسياسي والجلوس على مائدة المفاوضات وان مصر ضد ان تتحول سوريا الى حلبة صراع للقوى الدولية مصر ضد انه تتحول سوريا الى صراع بين الغرب والشرق خصوصا مع ظهور السنائية القطبية العالمية ما بين امريكا او ما بين واشنطن وموسكو النهاردة قادة الدول العربية بدأوا يوصلوا للقمة التسعة وعشرين لكن ماذا سيفعلون المركز الملك عبد عزيز بالزهران هيستضيف للمرة الاولى اعمال القمة العربية التسعة والعشرين اللي بيشارك فيه قط دول العربية من اقضاء جمع الدول العربية لتنين وعشرين عندنا 22 دولة عربية عندنا 22 صوت عندنا 22 عاصمة عندنا 22 ملك أو زعيم أو أمير أو رئيس أو حاكم المركز ده أنشأته شركة أرامكو السعودية على بعد خطوات من أول بئر نفطي تدفق بكميات تجارية وأطلق عليه مؤخرا اسم بئر الخير وتحول إلى تحفة معمارية تاريخية بتحمل اسم مركز المالك عب عزيز الثقافي العالمي لتجسيد رؤية المملكة في التحول للمجتمع المعرفي وإلى مركز للابتكار والعصرانة ده المكان اللي هتقام فيه القمة العربية عصرانة ومجتمع معرفي وبئر الخير لكن التاريخ بيقول أنه الغار بيستخدم هذه المنطقة لينها بسروتها شركة أرامكو أيضا كانت شركة صهيو أمريكية شركة أرامكو نهبت هذه السروات لصالحها وجي ترامب مؤخرا وأعلن بلسانه أنه جاي ياخد اللي هو عايزه وقال ده هل سأستطيع الحكام العرب من هذه المنطقة التي تشهد كيف ضحك الغرب على زقون الرؤساء والملوك العرب وكيف أنهم خدعون ونهبون وصرقون وقتلون وبقروا بطون أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا التاريخ في هذه المنطقة لو نتق سيقول أنه شاهد على ضعف العرب وعلى صلف وغرور وبلطجة الغرب منذ الاحتلال البريطاني والفرنسي وحتى الاحتلال الأمريكي نعم الاحتلال الأمريكي الاحتلال الأمريكي في منطقة الخليج والاحتلال الأمريكي إن لم يكن مباشرا وعسكريا فهو احتلال بلطجة وإرهاب نعم إرهاب هل سعر